السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومنحبه بكم معي في فيديو جديد واقتراح جديد على قناتي وقناتكم فيروس جعل اليوم جيت نحضر معكم واحد الكيك هكا كما تشوفوا لعبت على المنظر ولكن الكيك ره بسيط وما كين مزهل منه شي حاجة لي في المتناول فاكيد ان شاء الله الاقتراح دي اليوم يعجبكم فكما تنعرفو احنا يا فالوليدات تبغيوا لنا الكيك في هاد رأسنا وخحنا مسلمين وما تنحتفلوش بها هاد شي اللي كان فاتت نضطر اننا نفرحوهم علاش الله وهناي في المكوينة نحتاج تما الكاس اللاروب دياله السقار اللي انا خدمت بتما بثلاثة طوبات دياله دوك المستطيلات تقريبا تيوزنوا الكاس اللاروب ديال السقار سانيدا ودرت تما شوية قبيصة الملح وواحد الظانية ودرت واحد الكاس دياله كبير ديال العنبة دو بتفيص الشيية ديال القهوة سريعات الدوابان في الماء سخون من طبيعة الحال وخليتو التدفى شوية عضف طول تماما نغال ليوش سخون باش ما يطيبش لنا هذاك البيض ضروري خليو تيبرد شوية عاد نخدمو به هاد شي اللي كانو تنضفو لي ثلاثة البيضات تيكونو بدرجة حرارة الغرفة كذلك تنخدمو بكاس إلا روبع دياله الكاس العنبة من طبيعة الحال هاد له هاد الكاس هاد بحال ديال العنبة تيوزن تقريبا بحال عبار دياله فدائما نعبرو بنفس الكاس وندمجو العناصر جيدا فانا كتافيت بالطراب اليداوي تقدروا تخدموه بالطراب دياله الكاربائي وهنايا فانا اضفت معي القادية الكاكاو عامرة فهاد اللقطة مشات ليه فانا يدرت معي القادية الكاكاو تربطها مع دوك العناصر وفهاد المرحلة نضيف الدقيقة تدريجيا دائما دقيقتي يبقى حسب الخاليط ما تيكونش نوعية الدقيقة تختلف من ماركة لماركة مو يمعينينا ميزانة نبقى نضيفوه حتى نحصلو على ذاك القوام المطلوب في الكيك فاتيكون كيك القوام ديالو كيما شاركت معاكم عدة فيديوهات تيكون خفيف ماشي تقيل بالساف وماشي جاري وهاد الشيلي كينتان نبقى نضيفوه تدريجيا نحصلو على القوام اللي بغينا فهاد الماداق ديال القهوة ديال القهوة سريعات الدوبة تتعطيها واحد الماداق هائل تقدروا تعوضوها لما كنتوش من المحبين ديالا 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 داك نوع ديال القهوة تقدروا تخدموه باللبون العادي القهوة العادي يتكون مع الصراع بشر تكون مع الصراع في البريسة فتتعطيها هاداك لوغو تيكون طالع شوية يكون مركز تتجيها الى هادا هادنك هادا ديال القهوة في هاد الكيك تتماشى بزاف مع الماداق ديال كاكاو وكااخر مرحلة كيم معو تكون فانا تنضيف الخميرة في اخير لحظة باش ما تخسرش لي هاداك الخميرة ما ينمشيش لها الفعول ديالا مقاو نطربوها مع العناصر من الاول فتعطيها في الدقيق وطربتوه مزيان فضروري طربوه مزيان تتي تشكلو دوك الفوقعات كيم مشتو معي في الكيك فرا دوك الفوقعات هم الليتي هما الدليل على ان الكيك ديالنا نجح ان شاء الله وعادي يخرج معنا الكيكة مهوية من الداخل وخفيفة هنا تقريبا تنضيفو الخمارات اللي تكونوا في ات 7 قرام نضيفو جوج خمارات ونص باش نحصلو على 16 قرام او نضيفو جوج خمارات اللي تكونوا في يوم الوزن ديال 16 قرام 8 قرام فصاشية اللي توفر لينا وهناية نكوبو اذاك الخالط في واحد المول اللي تكون مدهون ومرشوش بالتقيق فانا في الثلاث اليوم نخدم معكم الكيك بهذا المول العاجيب فهكا تيجي محفر من الوسط هذيك الحفراء اللي بتجي في الكيك هي اللي تنعمروها بهذيك الكريمة اللي نخدمو ان شاء الله نحضر الكريمة فالكريمة احتاجت ليها كذلك ثلاثة طوبات ديال السكار هذيك المستطيلات اللي تقريبا تيوزنو ليها كاسي لاروبع ديال ديال السكار سانيدا وعندي تقريبا سيطرة الحليب وثلاثة المعلقات ديال الدقيق فبنسبة للدقيق انا خدمت بنوعية جيدة ذك ديال الساشي اللي خدمت معاكم به الكيك دابا مش شرط يكون دقيق نوعية جيدة الخاص بالحلويات او تخدموه بالمايزينة فاتا الدقيق اللي كان مزيان تلعب ذك الدور ديال المايزينة ما يكونش دقيق عادي نتنأكد علا ما يكونش الفرص عادي وبنسبة الكاكاو فانا رجوج مع القاط ديال الكاكاو هنيا في الا خدمة جوج مع القاط في الكريمة ديال الكاكاو تيجيكو ما اللون غامق شوية على هدك اللون ديالكيكا فانا تعمدت انانيا نخدم الكيكا باللون فتح والكريمة نخدموها باللون غامق فكا تيجي واحد Plus شكيل تيجي زوين ما تيجيش اللون ديال كريمة بحال اللون ديل كيك وكأخير مرحلة فاحناية نخلط زوج العناصير هكاك خارج النار تتحييش تدبو وتنساجمو ونطلعوهم فوق العافية ونبقاو نحركوهم هكا باستمرار ما نخفلوش على الكريمة دينا باش ما تتحرقش حتى تتعقادو نضيفولها واحد المئة قرام تقريبا ديال الشوكولات اللي تيكون نوعية مزيانة وهكا وهي سخونة تنكبوها على ذاك الكيك اللي تيكون برد من طبيعة الحال وبالنسبة لتزينتي يبقى على حسب اللي متوفر عندكم ولا حسب التوقفة انا هنا اخدمتها كان عندي شوية ديال القرقع واللوز فانا حاولت نزين به وكادو كل حبيبات ديال الشوكولات كما تشوفو عندي فلبوني وعندي فلبيض وفلكحل وبالنسبة لها ديك الكريمة جات الوسط جاتني ديك تقريبا ديك نصيت روت الحليب وهديك المكونات اللي خدمت بيوم الكريمة جاتني عبار مع ديك الحفرة اللي تتكون في ذاك المول فما شطش لي الكريمة وهنا هي خدمت بوحد جوج ديال ضانيت او اي نوع تش تليغورت هكا بنك هذي الشوكولات تنزو نديرو هم تما في هذوك الجوانيب تنحاولو نغلفو بيوم الكيكا ونزينو ب هذوك المكسارات اللي عندنا هكا كما تشوفو درت هذك تزين انا يا هكا من الاختيار ديالي هذوك الحبيبات ديال الشوكولات ونزو هكا حليت وما ما تفرش يلوز ايفيلي انا خدمتو قديتو راصي حليت اللوز على جوج ودرتها بحالك كاذا ذاك الوجه ديالها درتو الفوق وهاكا زينت باللزم بهذاك الاطار دياله هذك المحيط ديال الكريمة من الداخل مهم هادش اللي كان جيت واحد الكيكا هائلة انا تأكد عليها وعطي الماداق تيجي واحد الماداق زوين فادك بهذاك هديك هادش اللق هو والكاكاو والشوكولات كذلك اللي يضفنا في الاخر وتنأكد عليها تديرو شوكولات نوعية مزيانة فادك الشوكولات التي تكون في نسبة الكاكاو عالية ما تديرو الشوكولات العادي تاو تشكل لنا فرق خدموا بالكاكاو نسبة خدموا بالكاكاو عفوا انتاو يكون ماركا مزيانة هي جيدة كذلك الدقيق اللي تكون في الكيكا نوعية مزيانة وهكا تتحصلوا على واحد الكيك هائل فإلا خدمتوا بالدقيق نوعية مزيانة ما تضطرش انكم تضيفو تخدموا بالميزينة في الكريمة تجيكم اقتصادية هكا هديك كما قلت لكم بالقهواء والماداق دياله الكاكاو والشوكولات تجيكم هاد الكيك هائل ما تنخدموش نهائيا ب ما تندخلوش فيه نهائيا لا كريمة سيلة ولا الكريم ولا البودرة ديالشانتي فارتيجي كيك بدون تعقيدات هكا نحضروه لوليداتنا فهذا رأسانة فولا وإحنا تكونوا مسلمين ما تحتفلوش بهذا الاعياد بهذا الرأسانة الميلادية فارها ولدتنا كما تنعرفو حتى احنا يتنشوفوا هذك تنشوفوا الاقبال تكون بزاف وتكون العرض بزاف ديال هاد النوع الحلويات في المخابيز فتت احنا يتنعشقوهم احنا ولدتنا فعلاش لا ندرو بحال هذه الاقتراحات نعوضوا اليوم هذيك الحلوات ديال نقافة من الاحسن قدوها هكا في الضرع ليدينا تيجي واحد الاقتراح حائل تنتمنى ان شاء الله ينال اعجاب ديالكم ما تبخلوش علينا بلايك وتعليق زوين بحلق لوبديالكم وتنتمنى الفيديو يلقاكم في اتم الصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته